اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امام عمان ها هي عمان تستعيد انفاسها بعد وحدتها بفضل الله تحت امرة واحدة عمان انظروا لها واهلها بقلبي الرؤوم فاضعوا العتل ميزاناً والحق منهجاً فمن كان بنيانه قوياً في الداخل لمحالة في خارجه يرهب الاعداء في غفلة من الزمن الغابر في عام الف وسبعمائة وخمسة وسبعين سورت لقوات كريم خان الزند انفسهم بان يعتدوا على البصرة تلك البلدة الهانية فجهز الملك كريم خان ثلاثين ألفاً من جنده متججين بالسلاح والعتاد بقيادة صادق خان فذهبوا بخيلهم ورجلهم وسفنهم ووثقوا حصاراً يقطع سبل الحياة والعيش عن البصرة ودكوا حصونها بالمدافع هؤلاء الذين يفرون بروحهم ويتشممون أملاً في الحياة إنهم أطفال ونساء البصرة والنيران تشتعل في أنحائها سنة كاملة وأبناء العراق يقدمون صدورهم دفاعاً عن البصرة وأهلها غير أن الصخرة يهش مع كثرة النقر وها هي القوة بدأت بالنفاذ وأكتاف الرجال تبحث عن سند يخلصها من هذه المحنة جاء رجال من قبائل المنتفق من البصرة إلى إمام عمان وسلطانها أحمد بن سعيد البوسعيدي يخبرونه بكل ما حصل من القتل والتشريد بالبصرة طالبين المدد والعون أهلاً بأهلنا من العراق أهلاً بكم نحن قبائل المنتفق من البصرة لقد حصل كل ما سمعته يا إمام عمان وقد جئناك طالبين المدد والعون فأغيثونا يا أهل عمان أغيثونا من الحصار سنغيث أهل العراق أمرت ماجداً بن سعيد الحارثي قائداً للأسطول الذي سيبحر لنجدة البصرة ومعه ابني فلذة كابدي البصرة عمان وعمان البصرة هي قطعة مننا وفيها تخرج أجدادنا الأفذاذ الذين طرزوا أسماءهم في مجامع العلوم حق علينا نجدتهم عبات لهم ثمانين قطعة بحرية مدججة بالمدافع تقودها سفينة الرحمن لتعبر ذلك الحصار تحركت السفن العمانية لنجدة البصرة وها هي السفن تعبر شط العرب لتقترب من البصرة لكن قوات كريم خان بالمرصهات وكان قد أرسل عيونه ليعرف المدد العماني وأن ينضي وأن يتجه فدبر حيلة تحول دون وصول المدد العماني للنجدة وصنع سلسلة حديدية عملاقة بين الضفة والضفة حاجزاً يبقي هيمنته وسلطته ويمنع وصول البسطول العماني وها هو هلال بن الإمام أحمد بن سعيد يكتشف أمر السلسلة فيأمر بتوقف السفن صنع سلسلة في شط العرب تحول دون وصول المدد لأهل البصرة ما السبيل لنجدتهم إذن؟ وما المخرج؟ قلوب هؤلاء الرجال مهيئة تماماً للموت صدور معبأة بالعزمات الراسخات وأفواه ممتنئة بدعوات وصلوات الأمهات كانت الرياح شديدة والسلسلة حاجز يفقد الصواب لكن العزم مع ذلك لم يتوقف القلوب في وجل والأبصار شاخصة فإما النجاة أو الموت هطلت أنطار الغزيرة واشتدت الرياح وهلال بن أحمد يتشاور مع قيادة الجيش وإذ به يقرر المغامرة يتقدم بالسفينة الرحماني نحو السلسلة وها هي السلسلة تتحطم ويتحطم معها اليأس بعد اجتهاز السلسلة اشتعلت الحرب وتشابكت الحراب وصارت المدافع العمانية تصوب طلقاتها تجاه الأعداء وها هي قوات كريم خان تتكبد خسائر فادحة بلغت القلوب الحناجر والعمانيون يقاتلون بشدة لنجدة البصرة اشتبكوا بالسلاح الأبيض ابدى الجند العماني رغبة عارمة في الفتح والنص وإذ بقائد جيش الأعداء صادقان يرى بعينه الهزيمة النكرى التي ذاقتها قواته وها هم جيش عمان يحتفلون بالضفر وقد سجلت عمان في سجلها نصرا مبينا وفتحا لأهل البصرة وإذ بشيخ قبيلة المنتفق يقول كلمته الشهيرة لعمان وللقائد هلال بن أحمد بن سعيد يا أخوي نحن سقما وأنتم حكما داودا والمعافي هو الله لتعطي عمان درسا للبشر أن حمامات السلام هي التي يجب أن تمنحها أخاك الجار ترجمة نانسي قنقر وفتحا لعمان درسا للبشر وفتحا لعمان درسا للبشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر